ضربات القوات الحكومية المسددة بإحكام صوب ميليشيات الحوثي بمختلف أنواع الأسلحة أدت إلى مصرع وجرح عشرات الحوثيين إنهم قيادي ميداني بارز يدعى حمير العذري بالإضافة إلى تدمير ثلاثة أطقم عسكرية تابعة لهم في جهة صرواح بمحافظة مارب كما خاضت وحدات من القوات الحكومية ورجال القبائل مواجهات شرسة ضد الميليشيا على سلسلة جبل قرود وصلب ونجد العتق على ميسرة فرضة نهم بالتزامن مع تقدم القوات الحكومية المتمركزة في معسكر طارق التدريبي على ميمنة الفرض نحو مفرق الجوف مصدر عسكري أكد اغتنام القوات الحكومية ورجال القبائل عدة أطقم ومدرعات وأسلحة متنوعة تابعة للميليشيات بعدما كبدتها خسائر بشرية فادحة ودفعت ميليشيا الحوثي بتعزيزات كبيرة من عناصرها وآلياتها القتالية إلى جبهات صرواح غربي محافظة مارب وجبهة نهم شرقي صنعاء وكذلك نحو جبهات شمال غرب مثلث عاهم بمحافظة حجة ضمن محاولة لاستغلال الهدنة من طرف واحد التي تعد في حكم المنتهية بهدف تحقيق أي انتصارات لكن محاولاتها ذهبت حسارات عليها وأصيب عناصرها في مقتل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر